قال أمين عامي حلف الشمال الأطلسي ينسي ستولتنبرغ إن سياسات روسيا ومحاولاتها المستمرة لتوسيع نفوذها تهدد بحرب باردة جديدة وهو ما يستدعي ردا مناسبا من دول الحلف تصريح ستولتنبرغ يأتي تعليقا على عملية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني في وقت قال فيه وزير الخارجي الألماني هيكو ماس إن بلاده ستبدأ نقاشات لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا سياسة روسيا العدوانية تجاه جيرانها والغرب تهدد باندلاع حرب باردة جديدة هذا ما قاله أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة تيليغراف البريطانية مؤكدا أن الحلف وإن كان لا يريد خوض حرب أو الدخول في سباق تسلح جديد إلا أن عليه أن يرد بشكل ملائم على محاولات روسيا الدائمة توسيع مجال نفوذها ستولتنبرغ انضم إلى قائمة المسؤولين الغربيين في مطالبتهم موسكو بالإجابة عما يطرح من أسئلة تتعلق بمحاولة تسميم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني بغاز العصاب نوفي تشوك معتبرا أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الكرملن اختيال معارضيه حيث تعيد عملية تسميم نافالني إلى الأذهان محاولة الاختيال بالسم أيضا التي تعرض لها العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالسبورغ البريطانية عام 2018 ولذلك فإن على روسيا حسب ستولتنبرغ تقديم كشف حساب كامل عن برنامج نوفي تشوك إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية هذا وكان نافالني أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة في الثاني والعشرين من الشهر الماضي وذلك بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أمسك في سايبيريا إلى موسكو ما أجبر الطائرة على الهبوض الاضطرارية وإدخاله وهو في حالة غيبوبة إلى مركز العناية المركزة ليتم نقله لاحقا إلى برلين لتلقي العلاج وعلى غرار دعوة ستولتنبرغ طلب وزير الخارجية الألماني هيكو ماس توضيحا سريعا وشفافا من روسيا بشأن تسميم نافالني حيث قال ماس لصحيفة بيلد الألمانية إن عدم تقديم التفسيرات سيضطر ألمانيا التي تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي لبدء مناقشات تتعلق بفرض عقوبات محتملة على روسيا ماس لم يحدد طبيعة هذه العقوبات وإن كان قد لوح بإمكانية تغيير بلاده لموقفها من مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي من المفترض أن ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا وفيما يعتبر هذا تطورا في الموقف الألماني إذ كانت المستشارة أنجلا ميركل قد أكدت الأسبوع الماضي عدم رغبتها في الربط بين المشروع وقضية نافالني برز أخيرا موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن على بلاده أن تنظر بجدية بالغة إلى هذا الأمر مشيرا إلى أن إدارته لم تصل بعد إلى أي دليل بشأن عملية تسميم نافالني ينضم إلينا من موسكو يفجيني سيدروفا المحلل السياسي ومعي من واشنطن لاريك كورب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وكبير الباحثين في معهد أمريكا براغرس مرحبا بكما شكرا لتلبية الدعوة وأرجو أن تسامحونا تركناكم في الانتظار لفترة أطول مما ينبغي أشكر صبركم معنا أبدأ معك أستاذ لاريك كورب لماذا على الولايات المتحدة أن تتعاطى مع هذا الملف بجدية كبيرة هل الخلاف الحقيقي هو فعلا نافالني أم شيء آخر الولايات المتحدة لديها عدد من القضايا للتعامل مع روسيا وهي غير سعيدة بشأن ما فعلته روسيا في القرم وليست سعيدة بشأن حقيقة أن روسيا يبدو على استعداد للتدخل في روسيا البيضاء وأيضا كان هناك تسميم المعارض وهذا يقوض كل المبادئ التي نحن وأننا نمثلها كان يجب مناقشة هذه المسألة كان يجب أن يكون هناك حديث ولكن لا يوجد أي شك في أن الرئيس بوتين لا يشعر بالأمن وهو لا يريد المخاطرة بشأن أي شخص يقوض سلطته لأنه آخذين بعين الاعتبار المصاعب الاقتصادية التي تواجهها روسيا فإن تأييد بوتين يتراجع هل تقول أستاذ لاري بأن مقتل نافالني ومن على شاكلته من حوادث مشابهة وجاء بعلم من الرئيس الروسي أو بتوجيهات ليس بالضرورة لهذا الشخص ولكن كل المعارضين يجب التخلص منهم لا يوجد لدي شك في أن بوتين وراء العملية لا يحدث شيء في روسيا في المجال الأمني إلا بتدخل من بوتين وأيضا حقيقة أنه في كل مرة يقف فيها شخص ضد ما يحاول بوتين عمله أو ضد سلطته فإنه يقوم بالتخلص منه هذه ليست حادثة منعزلة أنت ذكرت أنه لاحق خصومه قبل عدة سنوات ولاحق معارض وابنته تفضل يا أستاذ يفقيني ما رأيك بما يطرحه أستاذ لاري كيف يمكن كمراقبين ننظر إلى روسيا بتلك القبضة المحكمة بتلك السيطرة الأمنية القوية في داخل البلاد ويعني تحت مضلة الرئيس الروسي بأن يكون هناك حدث من هذا النوع وأن لا يكون هناك على الأقل تفاصيل مسبقة بحدوثه من قبل السلطات اليوم وماذا ترد على الطرح الأوروبي اليوم أيضا اجمل ذلك بإيجابتك رجاء نستاذ يفقيني نعم تحية لك والأستاذ المشاهدين نظيفك الكريم أعتقد بأن هذه القصة عموما ربما هي تشبه وضعا يعني مقلوبا على رأسي لأن نحن من جهة نار الدول الغربية تتاهم روسيا بتسميم المعارض الأبرز للسلطة في روسيا وتحديدا للرئيس روسيا وللكريمان أليكسي نوالني من جهة أخرى الدول الغربية في مقدماتها بطبيعة الحالة المعنية التي كشفت عن هذه الأمور لا تقدم ولا تضع على طولة أي شيء أو أي دليل من الأدلة التي تنم بالفعل عن أن تصميم حدث هذا الأمر مثير للدهشة والاستغراب من قبل روسيا وعموما من قبل المحللين والمتابعين الحيديين الذين يعني يوجد عدد كبير وعدد لا يستهان به منهم بمن يعتقد بأنه ليس هناك من دلة تدل بالفعل على دلوع روسيا والسلطات الروسية مباشرة في هذه القضية ثم الأمر الغريب الآخر إذا وفقنا على أن التصميم بالفعل حدث ووراءه ربما السلطات أو على الأقل الأجهزة الأمنية فهناك سؤالين على الأقل لماذا سمح بنقل هذا المعارض إلى برلين ولماذا سمح بقبطن الطائرة الذي كان نوالني موجود فيه بالهبوط لأن الأجهزة الأمنية لو طرحت الهدف هدفا واضحا وهو تخلص من نوالني لماذا سمحت لقبطن الطائرة بالهبوط وكانت تنتظر مثلا مقتل نوالني أو موته وهو ما زال ولكن أستاذ إفجيني يقولون بأنه لربما صعوبة اكتشاف السم وقد جرى تعديله وهذه بعض الطرحات أيضا الأوروبية جرى تعديل هذا السم وهو أنت تعرف يعني نوالني مخترع منذ الثمانينيات القرن الماضي جرى تعديله ليصعب اكتشافه وبعد هذه الفترة من بقاء الرجل في روسيا ولد وصوله ألمانيا لربما سيختفي الدليل هذا هو الرد على ما تطرحه الإجابة على سؤالك أستاذ إفجيني لذلك أنا أقول كان من المنطقة اللي يسمح بنقل نوالني إلى برلين لإخفاء أثار هذه الجريمة لو صدقنا لهذه الفرضية أن محاولة اغتيال بالفعل حدث ثم أن هناك نتائج وتحليل لفخوص واختبارات أجرت لنوالني وحالته الصحية وهي بحوزة الأطباء الروس نحن ننتظر روسيا تنتظر من الأطباء الألمان تقديم ما لديهم من النتائج التي تدل على أن بالفعل كان هناك تصميم للمعارض نوالني ولكنهم يرفضون ولا يسلمون إلى موسكو أي شيء نحن نقترح كذلك عقد اجتماع عاجل بين الخبراء أو الأطباء الروس والألمان وحتى غيرهم من الحيادين مثلا لكي يجتمعوا ويتوصلوا إلى استنتاج موحد يعني حتى تكون القصة واضحة بدلا من كل ذلك نحن لا نسمع إلا اتهامات خالية وغير مدعومة بأي وقاعة ملموسة وبأي عدلة بأن هناك قضية تصميم يعني كل هذه الأمور أمور تقودنا إلى الاعتقاد والاستنتاج وهو أن يعني ربما كانت هناك عدد من الإجراءات التي كانت تنوي الدول الغربية اتخاذها بحق روسيا وهي كانت تنتظر حجة ملائمة وهذه الحجة تمثلت في محاولة تصميم نوالني لو لم يحصل ذلك ربما يخترعوا أستاذ كوربرانو أنت مطالب يعني لربما بالإجابة على العديد من التساؤلات التي تطرحها أستاذ يفقيني وما الذي تنتظره الولايات المتحدة لأن يعني لأن لا تتبنى وجهة نظرك يعني أنت متأكد تقول بأنه لا يوجد لديك شك بأن هذه العملية جرت وما رأيك بما يطرحه أستاذ يفقيني بأن هذه هي فرصة حجة توقيت أو حجة توقيت مناسب فقط لإلقاء المزيد من العقوبات على روسيا لا أعتقد ذلك أعتقد أنه عندما سمح الروس لسيد نوالني بالذهاب إلى برلين افترضوا أن وقتا كافيا مضى وأن أطباء برلين لن يتمكنوا من الحصول على أي معلومات تذكر الأطباء الروس عندما فحصوا قالوا لم يكن هناك أي دليل أيضا عليك أن تتذكر وكما أشرت الألمان وبصورة أساسية أرادوا أن تكون هناك صفقة الطاقة مع موسكو وبالتالي هم لا يتطلعون لعذر لإنهاء هذه الصفقة في الواقع هم قاوموا دعوات الرئيس ترامب لعدم إبرام هذه الصفقة إذن الألمان بصورة أساسية يدركون أن عليهم أن يكونوا أمناء لأنهم إذا لم يفعلوا أي شيء فإن الشعب الألماني سيكون قلقا بشأن عدم وقوفهم في وجه موسكو أيضا تذكر وكما ذكرت في المقدمة في 2018 كان هناك عدة أشخاص سمموا وكانت هناك نتائج أعتقد أن الأطباء الألمان سيكشفون هذه المعلومات ونأمل أن يخرجوا السيد نفالني من الغيبوبة وأن نسمع قصته وكذلك المعلومات لمن ينظر تبدو هذه الحادثة إلى أنها اختبار للغرب أكثر من أنه يعني الولايات المتحدة إلى أي مدى موقف الولايات المتحدة يعتمد على القرار الألماني اليوم أستاذ لاري هل يمكن أن يكون هناك خلاف بحكم التصريحات الأمريكية وللآن يعني يعني الحديث من البيت الأباض واضح أستاذ كورب مرة أخرى لو برهن الألمان وبشكل مقنع بمعنى علماء من دول كثيرة يمكن أن ينظروا كما فعلوا في 2018 لا أعتقد أنه سيكون هناك أي شك المشكلة هي أن الرئيس ترامب انتقد لأنه لم يكن صارما بما فيه الكفاية حيال بوتين وتدخله في انتخاباتنا وأيضا تقديم مكافآت لقتل القوات الأمريكية في أفغانستان إذن حقيقة أن ترامب يقف هنا إلى جانب الألمان هذه دعوة كي نطلع على مدى يقينه من التسمم تفضل إن كان لديك أي نقطة لترد عليها أستاذ إفغيني وبما أنك طرحت نقطة وقلت بأن روسيا ليس لديها ما تقلق منه وقامت يعني بإرسال نفالي إلى ألمانيا هل هذا الطرح يعني بالضرورة أن روسيا ستفتح أبواب برنامج نوفيتشوك أمام منظمة حضر الأسلحة الكيموية وأمام أي كشف أوروبي أو أمريكي تطالب به روسيا أم لا أعتقد ذلك لأنه بحوزة منظمة حضر الأسلحة الكيميائية وبحوزة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لدول الغربية ما يكفي من المعلومات عن هذا البرنامج لاسيما أنه اتضح خلال الأيام الأخيرة وحسب التصريحات صادرة عن موسكو وهي تصريحات رسمية بأن هناك عمل وهناك تطوير لنفس المواد يجري في عدد من الدول الغربية وهذا يعني أن ربما هناك فرضية أخرى الدول الغربية متهمة تصير تصولات لدى الجانب الروسي ما هي؟ أن هناك دول غربية متهمة بعينها بأن تقوم بالإيقاع بروسيا هذا قصدك؟ نعم هذا قصد وروسيا ربما تعيد الكرة إلى ملعب هذه الدول الغربية التي تعمل على تطوير هذا الغاز ضمن بردامج البحوصات والدراسات السرية التي تجري في المختبرات السرية الموجودة والعاملة على أراضي هذه الدول هل هذا سبب التماهل الأمريكي أستاذ لاريبي أن يكون قد يكون هذا الاحتمال قائم ما يطرحه أستاذ كوربام لا أستاذ يفقيني أعتقد أن الطريق الواضح علينا أن نتأكد قبل أن نتحرك إلى الأمام أن هناك بيانات ولدي كل التوقعات أن الألمان ما كانوا سيقولوا ما قالوه إلا إذا كانوا متأكدين أخذين بعين الاعتبار حقيقتي وكما أشرت أنت أن المستشارة ميركل أرادت أن تمضي قدما في صفقة الغاز إلى أن حدث ما حدث صحيح وهذه نقطة مهمة يا أستاذ يفقيني بقي دقيقة واحدة إلى أي مدى ألمانيا مستعدة لأن تضحي بسمعتها أمام كل العالم اليوم بأن تخرج بتقرير خاطئ وأن لا تفتح المجال للكثيرين لمتابعة هذه النقطة لاحقا وهذه نقطة مهمة ننهي بهذا الحوار الحقيقة أنا أعتقد والوقت ضيق بطبيعة الحال أن ألمانيا الآن ما بين الغازين الصحة التابير الغاز الأول الغاز التابيري ضمن مشروع نورد ستريم 2 والغاز الثاني هو غاز العصاب الذي كما يعتقد أو يزعم كان من شأنه أن يقتل نوالني ووضع ألمانيا وسيدة ميركل تحديدا لا يحصد عليه لأن سيدة ميركل كانت أحد مؤيدي يعني إنشاء مثل هذا أو مد هذا إلى نبيب ضمن مشروع نورد ستريم 2 وبالتالي أعتقد بأنها ربما سوف تحاول أن تتخذ قرارا ألمانيا ربما يختلف عنه في دول الغربية الأخرى أستاذ إفجيني أودا أشكر أن ضمامك إلينا وعذروني مرة أخرى على التأخير والإطالة في بداية اللقاء شكرا لكم من موسكو إفجيني سيديروف المحلل السياسي أشكرك أيضا من واشنطن لاري كورب مساعد وزير دفاع الأمريكي الأسبق وكبير للبحثين في معهد أمريكي شكرا جزيلا لكم شكرا